المحاكاة بالحاسب الآلي برنامج ماتلاب الفرقة الثالثة كلية التكنولوجيا والتعليم جمعت حلوة النهاردة ان شاء الله عاوزين نعمل مقدمة بس عن المادة مقدمة بداية عن برنامج ماتلاب يعني هو برنامج ماتلاب يعتبر بصراحة يعني برنامج قوي جدا يعني برنامج امكانياته فوق الخيال طبعا احنا بإذن الله في الكورس بتاعنا يعني لو درسنا واحد على ألف من الامكانيات اللي فيه ده نعتبره إنجاز لأن مجرد بس مقدمة البرنامج موجود فين وبيع امكانياته ايه وندرس بيه يعني شوية ايه أساسيات بسيطة ان شاء الله يكون فيها فايدة وانت بقى انسان تطور من ذاتك بإذن الله يعني بقى لو عايز تشتغل في المجال ده هو تتكن البرنامج على أساس انه يعتبر أداة بصراحة مفيدة جدا تمام برنامج ماتلاب إن شاء الله لو انت عاوز تشتغل عملي ماشي حاول تحصل عليه يعني أقل إصدار أقل إصدار يمكن أنا على الجهاز عندي مثلا عندي إصدار مثلا 20 أو 22 أعلى إصدار تمام بس الأساسيات اللي أنا هدرسها بداية جدا موجودة في أي إصدار ان شاء الله جيب إصدار ماتلاب اللي هو إصدار ستة أو أقل كمان ما هي المشكلة ان انت محتاج كمبيوتر قوي جدا والزاكرة بتاعته عالية فهو بياخد ساعة تخزين برنامج الماتلاب كبير وعلى بل ما بيحمل حتى مع الكمبيوتر الحديث بياخد وقت وزاكرة فإحنا عاوزين أبسط الأشياء مش عاوزين إيه لأن فعلا إيه أنا هدرسه هيعتبر بدائيات في الماتلاب موجودة زي ما هي في كل الإصدارات خلاص فبإذن الله البرنامج بقى تعال نشوف البرنامج متلاب جاية من Mathematics يعني الرياضيات ولاب يعني معمل معمل الرياضيات هو بصراحة علشان يعمل إيه حسابات بس هو برنامج الماتلاب إحنا عمال ما نبدأ ندرسه هنبدأ ندرسه في الجامعة والطرح والضرب والإسمة هتقول لي يعني أنت جايب برنامج متلاب علشان بلاس وماينس جامعة وطرح ما أنا عايز أقول لك حاجة الجامعة والطرح اللي أنا بدرسه لك ده برنامج متلاب يقدر ينفزه على الأعداد المفردة يقدر ينفزه على الأعداد المفردة وعلى كمان المصفوفات أو الري إن شاء الله مصفوفة مثلا عشرة في عشرة إنت أكرك رياضيا تتعامل معنا مصفوفة مثلا ثلاثة في ثلاثة عشان تجيب المقلوب أو تضربها مصفوفتين تضربهم أو تجمعهم في بعض وبتبقى عرضة للخطأ برنامج الماتلاب بقى بالنسبة له إيه الدنيا بسيطة جدا حاسب آلي وكمبيوتر والكلام من ده فالدنيا بصراحة معاه بتبقى يعني سهلة أي يعني أنت بتدينه القمح هينفزه على عنصر واحد هينفزه على مليون عنصر مش بتفرق معا ماشي طيب فهو برنامج الماتلاب بإذن الله عاوزين نبدأ إيه نتعرف عليه طيب تعال أقول لك بس مثلا المحتويات بتاعة المادة بتاعة الفصول ماشي هو النهاردة إن شاء الله محاضرة تعريفية غالبا مش أخش في تفاصيل أي حاجة بس أقول لك مثلا جدول المحتويات الفصل الأول نظرة عامة على متلاب تعريف ببرنامج متلاب زي ما بقول لك يعني معمل رياضيات هو متخصص في الرياضيات وبرضو الأساسيات اللي احنا تكلمنا عنها قبل كده سواء قبل كده في برنامج والبرمجة اللي هي فيش والبيزيك نفس أساسيات البرمجة موجودة فانت عاوز تعمل مثلا برنامج هتعمله برنامج عادي ولا بالمتلاب طب إيه الفرق؟ برنامج عادي هتعمل الحسابات بإيدك برنامج متلاب هتستخدم الدوال اللي موجودة جواه وهو بيعمل لك الحسابات بطريقة يعني فائقة جدا ماشي بس انت بتعمل البرنامج في صيغة حاجة اسمها M-File متلاب فايل عشان يبقى كود كده هو ينفزه واحد وراء التج تمام؟ يبقى ديه هنا ايه؟ الفصل الأول نظرة عامة على متلاب هقول لك بقى النوافذ اللي فيه اللي مثلا نفس نافذة إدخال الأوامر نافذة الهيستوري السجل الايه؟ الأوامر السابقة المتغيرات هو بيستخدم متغيرات زي الفيجوال بيزيك بس بيستخدمها من غير ديكلاريشن انت تدي له متغير كده وفي نافذة عالجام بيقول لك القيمة بتاعت المتغير ده دلوقتي كامل خلاص فهتلايني الأول بيقول لك نافذة الأوامر منطقة العمل قائمة الملف فايل يعني اللي هو استخدام الوجهة بتاعته كانترفيس من برده تمام؟ طيب بعد كده بقى الفصل الثاني اللي هو المصفوفات الماتريكس زي ما بيقول لك برنامج متلاب معمول على أساسا عملوه علشان يتعامل مع المصفوفات المعادلات الرياضية والحاجات دي يعني مثلا هديك مثال أنا بأفتكر أمثلة من المنهل لو انت عندك معادلتين في متغيرين هتعوض ديف دي وتطلع القيم إكس و واي اللي بتحقق لك المعادلتين طيب لو ثلاث معادلات في ثلاث معادلات لو خمس معادلات في خمس معادلات بالنسبة لك بقى أصبحت معقدة انت عندك خمس معادلات في خمس مجاهين معقدة جدا برنامج المتلاب ما بتفريش معاه انت بتعمله بطريقة معاينة كده هتبرسه لك إن شاء الله وتقول له هاتلك جزور الروتس أو حللي القيم هو لو ميت معادلة في ميت متغير هيطلع لك الحل ما فيش فيه مشكلة فهو برنامج المتلاب قوي جدا رياضيا فإحنا عاوزين بقى نعرف إزاي إيه بس ندينه الأوامر وهو يطلع لنا النتائج وإن شاء الله لما أنا أديك مثلا خمس معادلات في الامتحان أو الحاجة أو ثلاث معادلات خلينا وقعين أديك ثلاث معادلات أقول لك اكتب أوامر متلاب لإيجاد الجزور أو الحل بتاع المعادلات دي ما تحلها ليش أنت بقى رياضيا أنا عايزك تكتب لي أمر اتنين ثلاثة تكتبه مع الكمبيوتر إزاي ويطلع الناتج إزاي بس أنا مش عايزك تحلهم رياضيا لأن أنا عاوز أطوع الكمبيوتر إنه هو يحل معي تمام؟ يبقى ضرب مصفوفة قسمة مصفوفة كل الحاجات ده هي بتبقى صعبة لو أنت رياضيا لكن على المتلاب بتبقى الأمور سهلة جدا بعد كده بقى الفصل التالت اللي هو M-File M-File بيخليني أستخدم المتلاب أكله لغة برمضة ما هو أنت عاوز تكتب كود تسيفه فالM-File ده بيخليك تكتب الكود وتسيفه ماشي وبعدين تقدر تعمله ران أكتر من مرة لأن في الأول علمك إزاي تكتب الأمر رح هو منفزه يبقى هذه الأمر M-File علشان يقلب معانا برمضة هتلاقي بقى لما أنا افتح لك M-File هدرس لك اللي أنت مذكرها قبل كده في سنة تانية هدرس لك ال-Wile وال-Fore اللي هي حلقات التكرارية نفس أساسيات البرمضة إن شاء الله مكملة معانا سنة كمان إن شاء الله في سنة ربعة في برنامج اللي هو مادة تطبيقات تطبيقات المعالجات الدقيقة اللي هي هتبقى في الآخر إن شاء الله أردويلو بإذن الله ربنا حين العام القادم فبعد كده الفصل الرابع الرسومات البيانية وهو أنت دلوقتي عندك بقى نتائج عايز ترسمها إيه كجراف عايز ترسمها جراف فبدل ما تجيب بقى ورقة وإيه وتقعد تحط نقاط وتوصل ما بينها برنامج متلاف أنت لو عندك البيانات هو يرسمها لك جراف سناء الأبعاد أو حتى سلاس الأبعاد وتغير بقى اللي سكيل مقياس الرسم ويألوان ويحط لك كذا منحنة على نفس الرسمة طيب أنا عايز أعلمك الأوامر اللي تعمل بيها منحنيات تمام طيب يبقى دلوقتي الفصل الرابع الرسومات البيانية إزاي أرسم رسم بياني سناء الأبعاد وإزاي أرسم رسم رسم بياني ثلاث الأبعاد 3D بعد كده بقى الفصل الخامس سيميو لينك ده بصراحة ده لوحده حكاية يعني بصراحة سيميو لينك برنامج قوي جدا هو المتلاب يعني تمام بيقدر يخليك تعمل محاكاة لأي أنظمة إن شاء الله مثلا إيه أنظمة كهربية مقاومة مثلا ومكسف مقاومة انت عارف المقاومة ومكسف لو حطيت عليها طيار DC انت عندك المكسف لو ع التوالي مع مقاومة وحطيت عليها طيار DC هيوصل لصف بس بس المرحلة الانتقالية اللي بيتشحن فيها المكسف عبارة ما ياخد نفس الجهد اللي هو جاي من المصدر الطاقة ماشي المرحلة الانتقالية دي صعبة أن الواحد يدرسها برنامج سيميو لينك بيعمل لك محاكاة للمرحلة الانتقالية وبيجيبها لك بيرسمها لك كيرف وكلام منه برنامج سيميو لينك بيجيب لك بقى بلوك يعني ممكن تجيب بيه بلوك يعمل تفاضل بلوك يعمل تكامل انت عندك مثلا ساين وكوزاين تجمعهم على بعض واتدخلهم على إيه إنتجريشن ولا ديفرنشيشن تمام ممكن يعمل محاكاة لأنظمة إرسال وأنظمة استقبال تمام فبرنامج سيميو لينك آخر حاجة في برنامج سيميو لينك في المذكرة إن شاء الله وانا عايزة تعتبر بالنسبة لك بداية بإذن الله ربنا يوفاك ويجيبوا درجات عالية في المادة بس المهمة تتعلم يعني وتعتبرها بداية إن انت تقدر تطور من نفسك وتتعلم عليها تزود عليها تمام فبرنامج بعد كده آخر حاجة موجودة في المذكرة اللي هو إزاي أعمل إنترفيس أو اتصال ما بين السيميو لينك والأردوينو انت عارف الأردوينو دي بورت تقدر تحط عليها برامج وتنفذها لوحدها البرنامج الأردوينو بيشتغل لوحده بيستخدم بقى الأردوينو في التحكم مثلا في أنظمة الإنذار مثلا أنظمة التكييف أقل حاجة الأسنسير المسعد يعني والأردوينو الدخل جوه الدخل بيبقى على سينسورز الدخل من خلال سينسورز والأوتبوت بيبقى على ريلي يعني مرحل اللي هو عشان يتحكم فيه مطور أو حاجة بهذا الشكل فآخر حاجة بقى برنامج السيميولينك بقدر أعمل به محكاة للأردوينو وقدر أعمل به اتصال ما بينه ما بين الأردوينو وقدر أعمل دراسة للبرمجيات بهذا الشكل خلاص فهو ده كده بقى إن شاء الله برنامج المتلاب اللي هو يعتبر جزء منه يعني شوية منفصل أسلوب دراسة واسلوب تعامل منفصل اللي هو برنامج السيميولينك خلاص وزي ما بقول لك يعني احنا من أولنا لأخيرنا بندرس قشور القشور في البرنامج على أساس بس المادة ما تبقاش معقدة عليك تبقى إيه مقدمة خلاص وبإذن الله انت تقدر تبني عليها ماشي أنا عاوزك تبني مهارات البرمجة مهارات البرمجة بتبدأ في سنة تانية مع الفيجوال بيزيك تتطور شوية مع المتلاب تتطور أكتر بإذن الله في تطبيقات المعالج الدقيق اللي هي هتبقى أردوينو لأنه كل ده برمجة أكواد وكلام منه فبإذن الله تبقى المادة إيه ميسرة عندك في آخر المذكرة بقى إيه تمارين الفصل الأول لغاية تمارين الفصل الخامس حضط لك برضو إيه امتحنات سابقة عشان تعرف امتحناتي الحمد لله يعني بدأتلك مجرد مجرد أنا النهاردة قريت قريت جدول المحتويات بإذن الله بقى المحاضرة القادمة بإذن الله هبدأ على طول الفصل الأول اللي هو نظرة عامة على المتلاب تمام علشان إيه يعني نبدأ نشتغل ونبدأ ندرس كل كبيرة وصغيرة في المذكرة لعل فيها فايدة ونفع بإذن الله فربنا يوفاكم بإذن الله وعن موافق وسعيد والنجاح والتفوق وتبص الأدام أهم حاجة تشوف هتستفاد إيه من المادة الدراسية اللي أنت إيه بتدرس أهم حاجة وربنا المستعان بإذن الله لو أنت اندمقت في المادة وتقبلتها وتعمقت فيها خلاص بقى النجاح ده بإذن الله والدرجات العالية ده بإذن الله يعني شيء مستحق ليك بإذن الله لكن أنت بس شوف هتتعلم إيه تمام ربنا يوفاكم بإذن الله ونلتقي في المحاضرة القادمة شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته